في ربع ثلاثة من العام زادت الأسهم الأوروبية في آخر جلسات الإسبوع بدعم بيانات قوية من ألمانيا وبالتزامن مع توقعات بمناقشة البنك الأوروبي توسيع التحفيز النقدي خلال اجتماع الشهر المقبل الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت 2.5% على أساس شهري لتتجاوز بكثير متوسط التوقعات لزيادة نسبتها 0.5% ومن ناحية أخرى ووفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات بالبنك المركزي الأوروبي فإن صانع السياسة النقدية بالبنك خلال اجتماع الثاني والعشرين من يناير المقبل سوف ينظرون في مقترح لشراء استنادات على نطاق واسع بما في ذلك السنادات الحكومية وارتفعت كذلك الأسهم الأسيوية مواصلة موجة المكاسب لليوم الخامس على التوالي متجهة صوب تسجيل ثاني مكسب إسبوعي على التوالي مع الارتفاعات القوية في أسواق الأسهم الصينية بالتزامن مع ضعف الين وصعود السوق الياباني لأعلى مستوياته منذ عام 2007 وفي سوق المعادن انخفض سعر الذهب في العقود الفورية 0.1% إلى 124 دولارات للأوقية كما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة 3.50 دولارات إلى 124 دولارات و20 سنة للأوقية وفي سوق العمولات تراجع اليورو مع إقبال المستثمرين مجدداً على بيعه بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتجاوز الدولار من جديد 120 يناً وهو أعلى مستوياته في سبع سنوات استمرت حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي بيانات نوفمبر أظهرت استقراراً أكثر واستمراراً في التحسن خاصة نمو الوظائف بالقطاع الخاص وزيادة الأجور كما دلت المؤشرات على عودة الثقة في قوة الاقتصاد داخل الولايات المتحدة وخارجها كل المؤشرات تدل على تحسن سوق الوظائف بالولايات المتحدة كثير من التفاؤل تحمله بيانات نوفمبر التي تظهر أرقاماً أفضل حتى من توقعات المحللين ومن قراءة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأوضاع الرهنة المزيد من الأمريكيين يبحثون عن فرص عمل وكثيرون يجدونها كما أن كلاً من تقرير الوظائف في القطاع الخاص وكذلك بيانات طلبات إعانة البطالة هذا الأسبوع كان مشجعين تماماً وتظهر البيانات أيضاً استقراراً في التحسن للعام الحالي معدل البطالة إلى دراجع من مستوى تجاوز السبعة بالمئة ليسجل خمسة فاصل ثمانية بالمئة مع توقعات بإضافة مائتين وثلاثين ألف وظيفة نعتقد أن هذه البيانات تمثل شيئاً جيداً جداً كل ما توقعناه حدث المزيد يدخلون إلى سوق العمل بدأ الشعور بالثقة يعود إلى الجميع ويحفز دخول المزيد إلى سوق العمل سؤالاً يتعلق بالرواتب فحسب البيانات الأخيرة نمت الأجور بنحو فاصل اثنين بالمئة وحتى الآن لم يتمكن العاملون من الحصول على نسب أعلى في الزيادة بمرور الوقت أستطيع القول أنه على مدى الربعين الماضيين شهدنا تحسناً كبيراً في نوعية الوظائف التي تتم إضافتها إلى السوق خاصة الوظائف ذات العوائد والمزايا الكبيرة أما المهن الأخرى كالحرف وتجارة التجزئة فقط طالها هي أيضاً تحسن لكنه يظل طفيفة وينتظر المحللون أن يستمر هذا الاتجاه السعودي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي في ظل توقعات إيجابية أخرى بتراجع أرقام البطالة إلى 5.5% بعد عام من الآن كما أن غالبية المراقبين يؤكدون على أن مؤشرات قوة الاقتصاد الأمريكي هذا ستتجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول منتصف العام المقبل على أقصى تقدير اختتمت الدولات الأسبوعية في الأسواق الإماراتية على تراجع تراجع طال الأسهم القيادية خاصة القطاع البنكي والعقري بمستويات مختلفة وهو ما دفع سقايا الإمارات دبي وأبوظبي إلى التخلي عن الكثير من المكاسب الثمينة التي حققها خلال الشهر الماضي الأحمر القاني لا يزال يلون الأسواق الإماراتية من خلال سلسلة من التراجعات التي طالت سقايا دبي وأبوظبي طيلة الأسبوع المنقضي تراجعات دفعت المؤشرات العامة إلى التخلي عن الكثير من المكاسب الثمينة التي حققتها خلال الشهر الماضي وتخسر ما يقارب 7% من القيمة السوقية كان خلال جلسات أسبوع تخللها يوم الإجازة يوم العيد الوطني بالتالي كان هناك ضعف في أحجام التداول ما بعد الإجازة كان هناك تجميع على بعض الأسهم لاحظنا سهم إعمار انخفض بمستويات جديدة وخصوصا بعد انقضاء استحقاق الأرباح كانت شركة قد أعلنت على درهم و25 فلس خلال الفترة الماضية واستحقها المستثمر حامل السهم في تلك الفترة يعني باعتقاد هذا انخفاض لا بد أن يكون لديه ارتداد سريع خلال الفترة المقبلة وخصوصا كلما اقتربنا من نهاية العام كلما كان هناك شراء من قبل المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على توزيعات خلال الفترات قصيرة جاء هذا التراجع بسبب ضغوط النزولية على الأسهم والبيوع الجزافية المصحوبة بتراجع في السيولة إلى حدود المليار درهم بالإضافة إلى أخلاء المراكز المالية بسبب إجازة العيد الوطني وإحجام المضاربين عن عمليات الشراء خوفا من تدني القيام السعرية طبعا هو بشكل عام لو أخذنا نظرة موسعة على تدولات الأسبوع الحالي اللي هو بينتهي النهاردة بجلسة تدول اليوم كان التراجع واضح على المستويات السعرية طبعا ودائن عكس بدوره على المؤشرات العامة في كل السوقين سواء في سوق أبو ظابي أو في سوق دبي المالي الأسهم القيادية لم تستطع الثبات أيضا وكبح تراجع السوقين في جلسات الأسبوع حيث تراجعت بالجملة وخسرت الكثير من المكاسب حيث تدنى سهم إعمار العقارية بنسبة 7.4% مغلقا عند مستوى 8.83 درهم وتبعه سهم ماركا بنسبة 3% في سوق دبي كما تراجعت الأسهم البنكية قرابة 3% في سوق أبو ظابي تراجعت الأسواق الإماراتية بما يقارب 7% خلال إجازة العيد الوطني وهو ما أثر سلبا على مستوية السيولة والقيمة السعرية للأسهم من داخل بورسة دبي عبدالتي بخوش الغدو العربي دبي ضغط التراجع الشديد لأسعار النفط العالمية على اقتصاد العراق الذي تعتمد ميزانيته بشكل أساسي على صادرات الخام وقال وزير المالية هوشيرزي باري أن الأوضاع الراهنة تجبر الحكومة على تخفيض الإنفاق العام واتخاذ إجراءات لتعزيز الموارد وبحسب صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنحو كبير تسبب تهاوي أسعار النفط وارتفاع تكلفة حروب المواجهة التي يخوضها العراق ضد مسلح داعش في إحداث ضرر باقتصاد البلاد مما ساضطر الحكومة إلى خفض النفقات بما في ذلك ميزانية الدفاع والاستخبارات ونتوقع عجزا في ميزانية العراق المقترحة للعام 2015 والبلغ 130 مليار دولار تواقع 41 مليار دولار الأمر الذي دفع الوزارة إلى محاولة تقليل العجز عن طريق خفض الإنفاق بحوالي 26 مليار دولار وإجراء بعض الإصلاحات كزيادة عوائد الضرائب وتطبيق نظام جديد للتعريف الجمركية وفرض ضريبة لقيمة المضافة على مبيعات محددة وإصدار سندات حكومية رفضت شركة سونكبرد للعقارات المالكة لمعظم حي الأعمال كان يوارف في لندن عرضا جديدا من صندوق ثروة السيادة القطري ومستثمر من أمريكا الشمالية قيمته ملياران و600 مليون جنيه ستليني وقالت سونكبرد أن العرض البالغ قيمته 350 بنسا للسهم والذي قدمه جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد بروباريتي بارتنرز لا يعكس القيمة الكاملة للشركة وعضعها الفريد وإمكانياتها للنمو في المستقبل وأضافت سونكبرد أن صافي قيمة أصولها المعدلة قدرت بواقع 381 بنسا للسهم حتى السابع والعشرين من نوفمبر ويملك جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 29% في سونكبرد ويملك المستثمر سيمون جليك من نيويورك حصة تبلغ نحو 26% وما زالت جولتنا في السوق متواصلة وفيها بعد الفاصل مخصورات شديدة الترف في الطائرات تعكس شخصية تايوان الحديثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة